التعديل بسيط على Cyclic Executives التي نسميها Time Triggered Cyclic Executives بدل ما اعتمد على Delay Functions أو Execution Time بتاع الفنكشن اللي جوه الوين عشان نحسب التايمينج لا دا انا هشغل فعلاً Hardware Timer الهاردوير تايمير دا هيعمل لي Periodic Interrupt وقالما يأتي ال Periodic Interrupt ال ISR بتاعه ايه؟ هيتنفس بعد كده مفيش حاجة هتتعمل هستنى ال Interrupt اللي بعده عشان ننفذ الحاجة اللي جوه ال ISR فانا ممكن استخدم هنا ال Minor Cycles احسب الوقت بتاعها عن طريق هاردوير ايه؟ Interrupt ويلي يتنفس بعد ال هاردوير انترابت هو الحاجة اللي موجودة في ال ISR بتاع ال ايه؟ بتاع الطايمير دا هتلاقي ان ال Wild 1 بتاعتي اللي كان فيها شوية التسقاط بيتمدر فيها فنكشن هنا اسمها جوه ايه؟ Go to sleep دي كل اللي بتعمله ان في الفترة دي بيتنعمل ايه؟ البروسيسور عشان يستنى الانترابت اللي بعده فبالحركة دي ممكن اعالج مشكلة ال High Power ايه؟ ال High Power Consumption الحاجة التانية اللي كان موجود جوه ال Wild 1 اللي احنا كابينه حرميه في ال Function اسمها ايه؟ Update ده مثال مثلا ازاي ممكن اعمل ال Update Function ممكن اعمل فيها ايه؟ ان اعمل فيها البروغرام بتاع الحاجة اللي بتكنترول ال ايه؟ ال washing machine طب ايه؟ طب ايه which is ال US اه ان انا ممكن اتلرررررررررق بمسافة ايه اده ايه. هنا الجاتر بيبقى هاللي ما يمكن. طيب. الفنكشنز اللي بتكتب او بتاعت الفرايمورك ده بيبقى عندي حاجة تنشيليز الفرايمورك بتاعي. دي اللي بنسميها الاساس انت فونكشن. ودي المفروض تتنده مع الانشيليزاشن. 5 ميلي ساكنت أريد أن تتحرك كل 5 ميلي ساكنت الفنكشن الثاني هي GoToSleep وهذه اللي ستنديه فين جوة الوائل 1 تقول له GoToSleep تضع البروزيسور الفنكشن الثالثة اللي لازم تكتب اللي هي ssa isr وده جواها كل اللي هنعمله انحنا هنلغي الديلي ده اللي الكتب في حالة المالتي ريت وهناخد كل اللي اللي كان موجود جوة الوائل 1 اللي جوة الوائل 1 نحطه جوة isr حسنا فبقت المالي ريئة عبارة عن شوية ووائل 1 فيها فنكشن باتنا من البروزيسور سيأخذ الوائل 1 قبل كده سيأخذ الوائل 1 سيأخذ الوائل 1 قبل كده اخذ الوائل 1 سيأخذ 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 tudo سيأخذ الوائل 1 سيأخذ الوائل 2 ودخل поверх من